السلام عليكم اصدقائي التلاميذ تحت طلب العديد منكم للتغلب على ضعف المستوى في اللغة الفرنسية ارتعت ان اخصص هذه الحصة لمجموعة من الطرق والنصائح للتغلب على هذا الضعف اولا اذا كان هناك تلميذ او تلميذة يشتكي من الضعف والاديه هي رغبة عنده الربا انه يتعلم غير ما كيفهمش هذا في حد ذاته واحد المؤشر اللي هو ايجابي انا يقولك تلميذ كتدو السيمانار بعض الحصاص في الفرنسية ما كان فهموله ولكن عنده الربا كيتباع كيتركز كمشي للدار كي يدير التمارين دياله كي يحاول يدير التمارين هذا مؤشر ايجابي اخاكي يجيب ستار هذا مؤشر ايجابي عنده الربا غير كي يشتكي من الضعف لا يفهمش الضغياء او خاصه يقرأ بالزفد لكي يفهم الدرس وكي يجب ان يكتب مثلا في الانشاء لا يجب العبارات والكلمات كي يكتب اربعة سطور ما هو الحل؟ سنحاول نقدم بعض النصائح والطرق بالتدرجة ستحس براسك انك تحس انت من مستوى الى مستوى افضل هذا الشي اللي يقول بالنسبة للغات السوال اللغة العربية الفرنسية انجليزية دائما كتبغي تتمرون طريقة الاولى ناخده امتلة مثلا بالنسبة للسنة الاولى تلميذ السنة اولى اعدادي كان عندنا في الدورة الاولى سمسطر 1 كان عندنا لغيسي سمسطر 1 سمسطر 2 تقريبا نفس كنت هو ريسي حتى هو استوار ريسي متخيل وهذا سيكون عندنا ريسي ريال نردون ونواتي لكنا نحتاج كتب المواضع او لا نفهم المواضع سواء لكنا نحن نحن اول نقطة نحن 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 الوكابولار وهو مجموعة من الكلمات يعني في هذا الدومين كما تعرفوا اول طريقة التي ندير باش نكسب هذا الليكسيك نحن ندير واحد تحدي دائما نجمع 10 كلمات في حقول دلالية متنوعة 10 كلمات كل يوم سوف نرى اللي قادر يجيب المراضفات ديالهم بالفرنسية السينونيم مزيان اللي مقادر في المستوى الاول سوف يدير مراضفات باللغة العربية وهنا قد يحتاج واحد القاموس ديكسيونير قاموس فرنسي عربي وفيها بس من سؤال هذا المستوى يستعن بهذه القاموس تتمكن 1 شهر عاد ينتقل ديكسيونير فرنسي يعني فرنسي فرنسي يعطيك واحد ديكسيف مثلا heureux content ونستعملوا حتى العضادات ديالهم triste بار اكزمبل triste ولا malheureux عشرات الكلمات كل يوم يعني غادي نصدقوه في الشهر تتميات كلمة هذه النقطة الاولى هذه الطريقة الاولى كي نحصل على الفوكابولير مهم الليكسيك مهم نورد لكم طريقة الجمع 10 ديال الكلمات باستفادة العشوائية ستشوف كل كل مجال مثلا نشوف الأشجار المتميرة والثمار مثلا مثلا هذا واحد المجال مجال آخر المهن مجال آخر هكذا يمكننا أن نقول الطبيعة الحصول الفورة البلانت النباتات المجال آخر غير المطبخ الكوتو الفورشت اتشاء الكنف المطبخ نحصل في المنزل بصفة عم اعضاء الجسم ني الفورن الجبهة السرسل الحجبان السيل الرموش اتشاء كلمات سنرى المراضي باللغة العربية إذا لدي واحد المستوى متوسط سنرى السينونيم بالفرنسية بمساعدة الدكسيونير او المعجن لمدة شهرين نقعد ننتقل المرحلة الثانية التي هي نستعمل كل القموز التي حصلت عليه المعجن مجموعة الكلمات سنضع عدد 300 زائد 300 في الشهر الثاني هي 600 سنعود ثم وفرح نقعد نقعد انا لك نقعد مدر's اسم العربية قد نقعد الكلمات قد نقعد 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 أصناف الكلمات الكلمات هو مصطلح جامع بالموازات مع جامع 10 الكلمات يوميا والحفظ على مستوى الأخطوغراف كيف تكتب نحن نطلبها منسبة التركيز كتابة الكلمات من بعد الخطوة الأولى نحن نقرأ قصص قراءة ضرورية قراءة قصص قصيرة شابون روز صندريان الكثير من القصص قراءة ضرورية قصص 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 الكلمات لما كان نتقش جميع الحرف دياله وتعالى إن فغي مكان نتقش دي قصنا دائما نردو البال نركزو نركزو في نظر ديالنا حيث كان نشوفها كان نشوفها مكتبها مزيد كان نشوفون Un U N E F O R E نعود نكتبها بزيف ديال المرات ما قد استعمل هنا غضوات لوحة لا تفتر الدعم أو البحث هذه هي الطريقة باش نكتب مزيد المو واللي عنده مستوى متوسط فلدكسينار نصبه للمطق ولا لا بزيف سواء نصنطو القراءة ديال الشيوهة داخر يوهى متو مكين ولغة فرنسية ولا نصنطو للي لليليو ولا الافلام ولا ليتسان زانيمي الرسول متحركة مثلا واحد لهمو 10 هي عشرة دي اي اكس مجرد ما كان يلقاه في الدكتونير دي مشو لدي يعني سكم تحفظ لالفا بي ضروري قد تحفظ في الابتدائي الابي سيدي تلف زت انظر الجهاز العربية يتركيز العربية بها يعني بترتيب عربية دي تال زد نحن نقل بوالا الدائف دكسينار يمشيو الديو بوان هذا يكون مبين معقومة ته هذا هو النطق تسمى التنسكريبشان فونيتيك كيفاش كتنطق هذه القوة D E S يعني D هنا كان X ما كيتنطق كان بعض المرات كيتنطق Z على حسب الارتباط دياله في الجملة على هذه الطريقة باش تعرفو النطق تصنطو الاشريطة فوقان اوديو عنده الانترنت تصنط الحكايات القصص واللغة الفرنسية ولا يلتاج الدكسيونير فرنسي فرنسي يبحث على الكلمات الكلمة اللي جاتك صعيبة في النطق ولا في الكتابة في الارتوغراف كيفاش نكتبها كنمشي الكلمة اللي جاتك صعيبة في النطق يلتاج الترانسكيبسيون فرنسيك اللي كان في الدكسيونير اللي هي الكلمة اللي اولا بينا مع قفتين وانتخذوك رشي اما بالنسبة الكتابة الارتوغراف طروري نشوفو يكون انسيبو كتاب نشوفوها في النطق نشوفو كيفاش كتكتب بالنسبة القصص مهمة للقصص كما قلت لكم موازات مع قصة والاجوج كل شهر مثلا حيث نتمكن نقرأها جيدا ونفهمها نشرح الكلمات ونفهمها نستخرج الشخصيات والافكار الأساسية واللخص القصة ونبعد نتلخيص القصة بالموازات عن ثلاثة الارشطة عشرة الكلمات ونبحث عن المراضيف سواء بالعربية ولا الفرنسية نعرف النطق نقرأ قصة كل شهر النشاط الثالث النشاط الثالث النشاط الثالث هو القواعد نبدأ باللخص مهمة بزاف باش نعرف للطن بالنسبة لللخص نأخذ واحد للطن نبدأ بالسنة الأولى نقرأ 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 النطق نقرأ إخالة على اللعبة حتى نستخدم للمبيع تعطيت تسرفو الترمينزان ديالات جوج ديالة التان بلس لتلسيشن لستعمالات ديالهم فوقاش نقد نستعملهم لتلسيشن ديالهم لسيطان لك عسابي الميتال هذا كي تستعمل في لات ديسكريبشن واسف بسيشن بلسيشن لكي نعطنا بزاف ديال ديال لس اكسيشن اللي هما سويفي ولا سوكسيشن متتالية واحد الاكسيشن مرة الاخر ولا اون اكسيشن بروسك واحد الحادث اللي هو مفاجئ بروسك على غفلاء اناتندي ادو بعد الاستعمالات دياله باسي سابل اي لام بارفين حيث نتسقنا ادو قد ندوز لكور لكور ديز ادجكتيف كتعرفنا على النبزة ديال لز ادجكتيف ادجكتيف دو كولور ادجكتيف بوسيسيف ادجكتيف ديمونسطراتيف خصني نعرف فين خاصة نستعملهم وفين غادي نحطوهم وعلى شكي تستعملوا دونك هذا بعض النصائح الى درتوها ثلاثة دليا العمليات كونوا اكيدين انكم كونوا عادي تكونوا متقنين انكم غادي توصلوا واحد المستوى اللي هو لا بأس به ومزيان اشتركوا في القناة